أنا بس أعبتين أنا بحاول أبسط الموضوع أنت بتتحدث بشكل علمي رائع يعني فضل السادة المختصين أكيد مبسوطين من الكلام ده السادة دائما بحاول أبسط للسادة المشاهدين هل أنت تنبأت بإصابة أكرم توفيق قبل ما تحصله؟ التانية التانية تنبأت الإصابة التانية طب لما تنبأت ليه ما تاخدش أكشن أو ما حدش ما سنخرجه أو والله يا أستاذ كريم أنا قابلت الدكتور محمد شاو رئيس عضو مجلس الإدارة في النادي الأهلي وراجل كريم جدا وأكرمني ببيته بصراحة جميل قال لي أقعد مع الدكتور أحمد أبو عبلا وقعدت فعلا مع الدكتور أحمد أبو عبلا صديقه وأخي الفاضل يعني طب وقال لي نطبق الموضوع في الأول على ناشئ الأهلي ها أوكي فما كنتش أنا لسه جبت الكاميرات اللي بتحول الصورة اللي الناس شايفها الماتش العادي لسكيلتون ما كنتش لسه خلصت المرحلة دي للموضوع ده فما كانش فيه تواصل ما بينه بين مجلس إدارة الأهلي أو الدكتور أحمد أبو عبلا شخصيا خلال الفترة دي والناس الجراحين فاهمة أوي والأطباء فاهمة أنه الرجبة لو تفتحت مرة لازم تتفتح تاني ليه بقى أستاذ زي آه يعني أدام جالوا صليب وعمل عملية فهيعملها ما تاني حضرتك بمجرد ما تدخل جراحة بتعمل تشينج وكمبارتيمنتل الأناتومي بتغير الشكل التشريح بتاع الرقم وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم فالمسافة ما بين لقمة الفأزم اللقمة بتاعة الفاغت من الداخل الخارج هي واحد وسبعة سنطر تمام بمجرد الصليب ما تعمل فيه عملية بتوسع المسافة ما بين الغضروفين فلازم ييجي حاجة تانية اسمها الغضروف الداخلية فده اللي حصل بالزبط في حالة أكرم توفي طيب دي حكاية